اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استاذ حميد اولا طبعا موضوع الانسحاب هو ملف يعني كثر الحديث عنه واصبح امر متداول ومؤسف ايضا بالنسبة لموضوع الانسحاب ولكن هذا الملف رح يدفعنا الى شقين نعم الى شقين الشق الاول هناك انسحاب وهناك تلوح من انسحاب نعم صحيح ولو انه الاول الانسحاب لا يوجد انسحاب يمكن باستثناء نادي واحد بعدين رح نتحدث عنه نعم وهناك تلوح بالانسحاب الاول بالتأكيد يختلف عن الثاني الاول هو قرار قوي نعم موضوع الانسحاب نعم هو قرار قوي اما موضوع التلوح بالانسحاب نعم فهو وسيلة الضغط من اجل غاية او غاية من اجل وسيلة يعني وهي وسيلة الضغط على الطرف الاخر حلو طبعا بالنسبة للانسحاب سواء كان انسحاب او تلوح بالانسحاب نعم لا بد من موجود دوافع انا ليش انسحبت وانا ليش لوحت بالانسحاب دي قد نسميها مساومة هاي صالح سيا لا هي ما ممكن ان نطلق عليها مساومة وانما ورقة الضغط من اجل تحقيق هدف يعني انا اليوم ستضغط على الاتحاد لو تضغط على المؤسسة الرائعة للنادي لا 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 الاتحاد انا استخدم حلقة ما بيني وبين المؤسسة هلو يعني انا الان نضرب مثلا خلق نقول نادي الميناء نعم وموضوع مع وزارة النقل وتعرف المرحلة اللي وصل الى الامور الى موضوع موضوع مظاهرات وموضوع حتى اعتداء على بيت الوزير فلوح الميناء بالانسحاب دفع جماهرة للضغط على الوزارة ووصل الى نتيجة يا اوتما تيك الجماهير راحل فاذا هو التلوح بالانسحاب هو وسيلة من اجل غاية والحقيقة اكثر المؤسسات يعني احنا سمعنا بالطلب لوح بالانسحاب وحقق مرادة اغلب الاندي يا كابتن اغلب الاندي وهو يكون مختلف نادي عن نادي مختلف هناك مثلا نادي يستخدم التلوح بالانسحاب بعد العجز المالي من اجل الحصول على مستحقاته وهذا عق مشروع هناك من لوحه بالانسحاب من اجل ظلم التحكيم يعني بسبب ظلم التحكيم بس كابتن يعني خلينا نحش بصراحة يعني لأول مرة تصير عندنا بالدوري انه نادي يلوح بالانسحاب والله لان انا نظلم التحكيميا لا اكل اغلب اكو نادي لوح بالانسحاب بسبب جدا غريب بسبب تصريح تصريح في وزيلة اعلام من نادي اخر بالضبط وين وصلنا حقيقة هو التلويح يعني اشوفها يعني بعض المؤسسات او بعض الوزارات تستحق ان تضغط عليها باي وسيلة كانت سواء وسيلة مشروعة وغير مشروعة سحنا التلويح تريد نتفق ان تكون مشروعة وغير مشروعة هذا امر نعم متروك لمن يفسر بالضبط بالضبط ولكن بعض المؤسسات تستحق ان تضغط عليها يعني يعني وصلنا الى مرحلة اصبح اصبح موضوع علاقة النادي بالمؤسسة هي بالضبط يعني موضوع استجداء موضوع استجداء يعني الحقيقة مو كل المؤسسات أستاذ حسين والله ما استثني من اداعني يعني منو تريد تستثني يمكن انتو دا تحشى عن تجربتكم انتو كنادي نحن تجربتنا كارثة يعني نحن تجربتنا مع التربية موضوع يمكن يحتاج الى الى عدد من الحلقات من البرامج فعلا لانه مؤسف احنا ثلاث سنوات الآن وصلنا الى مرحلة ان نستلف رواتب الموظفين في نادي الكرك وهذا هذا هذا مو مو موضوع استجداء او موضوع انا اريد اذرف لي دمعتي من اجل العطف على نادي الكرك ولكن هاي حقيقة وصلنا الى مديونية رقم جدا كبير استاذ عميد يعني رقم مهول مدى تساعدكم مثلا انتم موقع ناديكم والمحلات الهاي وانت مدى تجربون لعائد سوبر مثلا أنت الآن قلت لي ماذا ساعدكم موضوع الاستثمار والمحلات تريد أحسبلك حساب عرب لو لا لا أنا بس سؤال لا 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 بيه شي هواي ناس يستفونون عن هذا الأمر بالضبط تتحدثوا قال لكم فلوسكم ماليا الدنيا المحلات نحن بالحسابات العامة أو بالتدقيق الحسابي يدخل لنا من المحلات من المجمعين سواء كان المجمع النادى أو المجمع الاخر يدخل لنا من 120 إلى 130 مليون شهريا رقم جيد جيد تعتبره جيد بالضبط أوكي أمواني أعرف ظروفكم أنتم ماذا تجيبون لاعب سوبر ممكن أن يستنزف خزينة النادى ها عندنا 30 لاعب أي معدل على 750 على مليون هاي 30 مليون بالشهر أوكي رواتب موظفين عندنا 27 إلى 30 مليون يا نادي عنده كرة يد وعنده سلة وعنده ملاكمة وعنده جودو وعنده تاي كواندو زين خمسة خمسة يعني على 10-10 ملايين 50 مليون خلصاً 130 خلصاً زين عوفك بس أنتم كفيت كل الأموركم كفيت كل الأمور بس أنا القدم ما يريد يسافر القدم ما يريد يأكل القدم ما يريد تجهيزات السلة ما تريد السافر تروح تلعب محافظات زين ها تحتاج من 50 إلى 60 مليون أحنا بعيدين عن موضوع الأرقام بس تدفع لا لا أنا ما يجبك على طريق الأرقام حتى لا أحرجك لأنني أنت مو شلطك الأمور المالية لأنه أنت ناطق الرسم باسم بس أنا أنا مطلع أنا مطلع مطلع على معاناة نادي الكرخ البعض أحنا موضوعنا يمكن جرنا إلى الكرخ نعم بس كنا نتحدث عن موضوع أحنا رح نجي رح نجي على موضوع الكرخ بس خلي نشوف هذا التصريح للمل عبدالخالق بسعود رئيس الاتحاد العراق المركزي لكرة القدم بخصوص الانسحابات خلي نشوف هذا التصريح ومن ثم نعود بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أقيم اتحاد العراقي لكرة القدم احتفالية لتسليم الباجات الدولية للعقام اللي نالوا الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم وعصلوا عليها سواء كان عقام الجنة أو العقام الدوليين السابقين وأتمنى لهم المنفقية وأيضا شكرا جزيلا للجنة العقام الذي اهتم كثيرا بالعقام خاصة في الآوينة الأخيرة سواء كان بإقامة معسكرات تدريبية للعقام أو الداخل العراق أو الخارج العراق وأيضا إقامة دورات تحكيمية أيضا تطويرية لعقام وأتمنى أن يظهرون بصورة أحسن من المرحلة الأولى وأتمنى الموفقية لعقام درجة أولى أيضا لإهتمامهم جدي وأكثر حتى ينالون أيضا شارة الدولية حدثني عن المباريات السادات المنتخب الوطنية منتخب الوطن الأسبوع القادم لا يوجد اجتماع بين لجنة المنتخبات وكارت الراضي من أجل تحضير المباريات الودية لتحضير الالتقاء سيناقشون كل التفاصيل عن المنتخب الوطني أسبوع القادم إذن كان هذا يتصريح الملل عبدالخالق من سعود رئيس اتحاد العراق المركز لكرة القادم بخصوص تسليم الباجات الدولية لبعض حكامنا الدوليين اللي نالوا الشرف لحصول على هذه الشارة الدولية دعني استكمل حديثنا سيدا حسين يعني عن موضوع الانسحابات يعني أنت شو نشوف هل أنه الدوري لسنة ماشي بصورة طبيعية ومجرد التهديد بالانسحاب أو محد انسحب بس ناد الكرخ لظروف خارج عنيرات شو نشوف الأمور نعم انسحبنا أو خنقول قدمنا طلب بعض الجهات ادعت أنه الكرخ لم يقدم طلب لا قدمنا طلب طلب رأس فيه يقدم إلى رئيس اتحاد القدم وهم مشعليه بالقلم الأخضار ويقدم إلى الاجتماع المهم فموضوع الدوري والحديث عن الدوري حقيقة احنا مداما نكون مثل ما يتحدث البعض أنه فقط ننتقد لابد أن نتحدث عن إيجابيات ما يحدث في اتحاد القرى وفي لجنة المسابقات الحقيقة في البداية قد ما أعلنت لجنة المسابقات والتحاد القرى بأن الدوري سيكون عام الكل كان متشام بالضبط أنه الدوري لم يكتمل الدوري سيعاني الدوري سي... لجنة المسابقات ستنهزم انتهت المرحلة الأولى ولا بد أن نقدم الشكر والثناء والعرفان لجنة المسابقات حقيقة أدمتنا مرحلة رغم ما حصل وهذا يحصل في كل دوريات العالم أكيد أكيد تحصل أخطاء تحكيم ما مسؤول عنها لجنة المسابقات يحصل شغب تحصل هتافات جمهور سواء كانت عنصرية أو طائفية أو أو سبوة شتيمة وهذه كل دوريات العالم موجودة ولكن بالمحصلة المرحلة الأولى اللي لم نخرج بمئة بالمئة فخرجنا من سبعين وهذه درجة نجاح جيدة أنا أتبع جيد أكيد أنت بهاي الظروف وبهذا الوضع العام وبظروف الأندية وتمشي دوري عام بعطل مستمرة وبتأجيلات وبتوقفة الآن مباراة التأجيلية المؤجلة يعني وفقاً للمواعيد المحددة إليها أعتقد راح تستنفذ إن شاء الله في الفترة ما بين المرحلة نتمنى هذا والله نتمنى إذن هذا إقرار أستاذ حميد تتفق أو قد لا يتفق مع الآخرين أن لجنة المسابقات نجحت في المرحلة الأولى نجحت في الدوري وما نتمنى لعد ليش هذه الإرهاصات الموجودة كلها الموجودة بالشارع الجمهور ديحشي أنه الدوري ومشاكله هواية منه يتحمل هاي المسؤولية إذا مثلاً لجنة المسابقات ما تتحمل الاتحاد ما يتحمل من يتحمل لعن هذه المشاكل اللي صارت بالدوري إستاذ حميد إنتقلت الجمهور وصلنا إلى حافة أنه نلغي الدوري صحيح هذا الكلام لا 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 ماكو حديث لا لا صار حديث كابتن صار حديث على إلغاء الدوري أسلم من المشاكل أسلم من وجه الراس هذه مجرد تسريبات أو أحاديث جانبية خارج اجتمع إحنا أنا وإنت أعضاء اتحاد نوقف وبحالة عصبية للرد على مثلاً عضو من هيئة دارية من نادي وتتحدث بعصبية وقلت يعني إحنا أشرفنا أن نلغي الدوري اتخذت بعض الأطلاف على أنه تسريح رسمي وسربتها ولكن أنت تحدث تستاذ حميد وقلت جمهور الجمهور يعني تقييمات الجمهور لا يمكن أن نحكم عليها ونطيها درجة الكمال الآن التقييمات نقدر نستشفها أو ناخذها أو نستفاد من عندها أدما تكون مستشارين أدما تكون من إعلامين كبار أدما تكون من ناس يعملون في الوسط الكراوي أما تجي أنت تريد قيم موقف على الجمهور أو تقيم دورة على جمهور هذا يعني أنا ما أحترامي لكل جمهور الأندية نحن كلهم نعزهم ونحترمهم وكلهم أصدقائنا وخوانا لكن جمهور رقم صعب بالمعادلة يا كابتن جمهور رقم صعب بالمعادلة لازم تأخذ رأيه اللي غير مدرب مو صحيح مو صعب بالمعادلة نسبة لكم يعني لا مو بالنسبة نحن ما غير عندنا جمهور نحن الإعلام غير الكارخ الإعلام غير والواقع أنت أنت حافظها وأنا حافظها والله صحيح كان لك موقف مشرف نحن موقفنا هذا مع كل مع كل أخوز وملا أنا الإعلامي نعم وآن انتصرت لي يمكن لمؤسسة إعلامية فعلا صحيح أقول لك قناة سامرة انتصرت لمؤسسة إعلامية لأن أحس بيها أحس أنا واحد من أداء نعم أنا أحس واحد من أداء نعم قد ما يسائلها أو أو يجي إنسان يتحدث عنها بسوء لا والله أستنفذ كل قوتي من أجر رضي الاعتبار لهذه أنا هذا ما أحدى أنا ما كنت أنتظر يعني من القناة أو منك كلام ثناء أو أكيد أكيد أنت دفعتنا إلى هذا الموضوع والحديث عن هذا الأمر نحن ما غير جمهور عندنا نتدري لي شغلة جدا بسيطة لأننا ما عندنا جمهور طيب أصلا ما عندنا جمهور فكيف الجمهور غير مدربنا خلي نحش شوية عن هذا الكرخ نعم نعم سيد حسين سيد حسين يعني هناك من يتحدث إنه المشكلة اللي صارت واللي بسببها تم إقصاء المدرب أحمد دحام نعم طيب شاكر محمد صبار شنو قصته ليش طلع ليش طلعته شاكر محمد صبار أحمد دحام ما شيء يعني أدل بتصريح يعني حقيقة معيب ولكل استهجن هذا التصريح وهي دارية اتخذت موقف مشرف جدا للحفاظ على النسيج الوطني والحفاظ على يعني وحلة الصف جدا شجاع كل الشجاع جدا شجاع طيب شاكر محمد صبار ما إلى علاقة أعتقد يعني أستاذ أنت حقيقة يعني ما كنت أرغب أن أتحدث عن هذا الأمر لأنه أنت تعرف أنا شاكر محمد صبار بالإعلام أو أو يكون علني البداية عندما استلم أحمد دحام أخونا وصديقنا وتحياتي إلى يعني إحنا من نختلف بوجهات النظر هذا مو معناه أنه نكون أعداء أو نكون متقاطع سواء أنت أو أنا أحمد دحام أخ وصديق ويبقى أخوة المسألة انتهت يعني من وقتها الموضوع أنته وأنا ما نتقري نرجع للموضوع بس تفاجئتني حقيقة بهذا الموضوع لأن هذا التساؤل كابتن حتى قبل أن تكمل لأنه هذا بقى علي علامات استفهام ما شيء يعني الكابتن أحمد دحام تحياتنا إلى يعني هو قد يكون أساء في هذا التصريح هو رجل مؤدب جدا والكل يعرفه ويعرفه لا هو مؤساء وإنما يعني سرع كنوع من التساؤل خلي تسميه مثل ما تريد أنت لكن الكابتن شاكر محمد صبار يعني فيه ظروف غامضة قررت هي إدارية أنه يطلع من أولا هو ما قررت لها الإدارية ها شنو لا هو شنو بالبداية خليمو حنا أنا رح أجيك هذا القرار الثاني ما لها الإدارية أم رح أجيك ما المدرب قرار مدرب كيف صار قرار مدرب في اليوم الأول اللي وصل بأحمد دحام ووقع تدري أنت المدرب من يجي نعم من يجي إلى نادي ويتفق إلى نادي محتاجه مو محتاج النادي انقذ الفريق عندما تفكر أنه هذا يعني عندما تفكر أنه انتجبت المدرب حتى انقذ الفريق تقدر أتعارض لأي طالب تنطي صلاحياتك تنطي صلاحياتك عقد اجتماء الكابتن شرار حيدر والرجل يسمعني أو ما يسمعني وأكو ناس للأطراف الموجودين ومن ضمنهم شاكر هم شاهدين على حديث رغم أنه أنا ما أحضرت الاجتماء نعم ولكن ما نقل إلي من قبل الكابتن شرار حيدر نعم مع مدرب حراس المرمى حسين كامل مع شاكر محمد صبار مع أحمد دحام مع رئيس النادي أحمد دحام قال أنا جئت للنادي ومعاي مساعد الأخ محمد كامل وأحتاج بس أحمد جبار وما قصد شاكر صبار فقط قصد شاكر صبار وقصد الأخ حسين علي الأخ الثاني المساعد نعم حقيقة شاكر محمد صبار يعني بسبب ردة فعل غاضبة يعني صارت نوع من المشادة بيننا وبين أحمد دحام مو مشادة وإنما صار نقاش بالملعب لا داخل الاجتماء أها داخل الاجتماء حالو صار حديث الدخل رئيس النادي بالرد على شاكر محمد صبار قال لا لا أصحنا هذا الحديث ما أريد أن نتحدث ما أريد أن أرويه لك كل ما داخل الاجتماء حتى جمهور يعرف كابتن لا ولي التاريخ لا أنت ولا أنا لا أنت ولا أنا كإعلاميين وجميع الإعلاميين ما أستثني واحد من أدهم يرغب أن يتحدث بالنفس الطائفية أكيد لا طبعا بأنه هذا دمر البلد هذا ما مقبول ووصلنا إلى مرحلة ما مقبول أحشي لك تفاصيل الحديث اللي دار والرد شرار هو ليش رد على شاكر أنا أسأل لشاكر محمد صبار أقول لي ليش ردك شرار لأنه يعني قدرت بعض المصرحات من شاكر محمد صبار يعني محقيقية أها مصحيحة مصحيحة مثل لا مو مصحيحة مو في وقتها مو في وقتها هي صحيحة يعني لا مو صحيحة هل أنت تقول لا لا ده أقول لك أنت قلت مو صحيحة هي مو مو صحيحة من شاكر محمد صبار ولكن ليس في هذا الوقت ليس في هذا الوقت وقتها مو مناسب مثلا وقتها مو مناسب مثلا كابتن خلي خلينا حشي يعني كلهم أخوتنا وأصدقائنا يعني يعني اتهم أحمد أنه أقصاب النادي الكرخ لأسباب طائفة لأسباب طائفة وهنا مو صحيح أحمد نحام وش قال لكابتن أحمد أحمد ما رد لرده شرار حيدر قال لشرار هذا الكلام مو صحيح والآن خالد محمد صبار يعمل في الكهرباء نعم خلينا هنا أنت حسنا قبل شوية تقول كلامه صحيح كلام شاكر لكن مو وقته هس أنت قبل شوية قلت لا أنا من أقول لك أنت قلت مو صحيح يعني أنت قد الشاكر المفروض ما يحشي هذا الكلام هذا قصدك من مو صحيح أنت من قلت مو صحيح نعم يعني ما معناه كلام كلام شاكر محمد صبار يعني المفروض ما يحشي ما يتحدث به أنا قلت لك لا من وقته كان يتحدث به في وقت آخر يمكن يكون مناسب يمكن أن يقعد آنويا بدون أحمد دحام بدون رئيس النادي ونتحدث آنويا بغض النظر عن الوقت تشوف طرح كابتن شاكر محمد صبار كان صحيح بصراحة مو صحيح أصلا في هذا الوقت مو صحيح أو في من الوقت أو إلى وقت آخر ماشي قلت لك بعيدا عن الوقت ما أتهم أحمد بهذا النفس ما أتهم أحمد أطلاقا ما بس أشوف يعني جواك شي آخر آني دار لا 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 أطلاقا وآني أنا صريحة بس اللي مستغرب مننا عندما وصلنا اللي مستغرب هذا الكلام طلع من شاكر هذا موضع الاستغرام شاكر إنسان إنسان راقي إنسان بعيد عن هذه الأمور نقعد آنويا ونتحدث بكل الأمور بس هذا الأمر ما نتحدث به بس ما لتقول لي اتهامة لأحمد دحام عندما أطلع بهذا الاجتماع لا مصحيح طيب يعني أكيد يعني كابتن شاكر مثلا قال هذا الكلام يعني يعني عطفا على ما شاف من تصرف معين من قبل كابتن أحمد دحام شنو التصرف ما نعلم يعني أحد مثلك حدثت لك التفاصيل قال الرجل أنا جبت مساعد وأريد أحمد عبد الجبار ومن حقه يسمي المساعد والباقي ما أريدهم كان المفروض بشاكر أن ينسحب وتعالج الأمور في وقت آخر وفعلا أوليجة الأمور ورجع شاكر محمد صبار وحدث اللي حدث وطلع أيضا رجاء شون رجاء شاكر محمد صبار ما رجاء هو القرار لا الأول قرار المدرب الأول لا هذا نحن شي على مشكلة كافتن أحمد دحام لا أنت بعدني مواني جايك من البداية جاي حشي لك أحمد دحام قال ما أريد المشاعدين الثنين خلص قرار طلعوا المشاعدين يوم أو يومين في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث رجعوا ودربوا شاكر وعلي رجعوا ودربوا بعد أيام معدودة أيضا ثلاثة يام أو أربعة شفنا شاكر ما موجود بالنادي أو ما موجود بالتمرين ما سألنا موجود أو ما موجود يعني لأنه تدرا كمور نوبات ما نحشر نفسنا بيها صار موضوع التصريح مال أحمد دحام صارت ردة بفعل مال شاكر إجا قرار الإدارة الأخير طيب قبل أن نجع حتى لو عدنا ينرجع شاكر محمد صبار الآن أصبح الأمر أنه مستحيل بس كان مظلوم يعني كابتن شاكر يشوف يعني نفسه هو مظلوم من هذه المسألة كلها يعني هو لا أطلع على إعلام صرح فالتصريح معيب بحق كابتن أحمد دحام ولا تصريح ما مقبول بالنسبة للوسط الإعلامي أو الجماهيري الرجل يقول لك أنا اشتغلت وكنت متفاني في عملي وكنت تشهد بهذا لكن المدرب طلعني اجتمعت رجعنا احنا ككادر اشتغلنا واشتغلنا يعني في ظروف صعبة جدا لا تقدر تفرض لا تقدر تفرض على 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 مدرب على عودة مساعد مدرب لا تفرض على المدرب من طول حرية كلها لأحمد دحام من طول حرية كانوا يتأملون أن أحسن لك سؤال كابتن ما رأيك بتصريحات كابتن أحمد دحام شنو شنو رأيك بتصريحاته والله يعني أحتاج إلى إلى دقائق من الوقت حتى أنطيك مفردة أسوأ المفردات أنطيك بحقها للتصريح تعتبر يعني الاتحاد تعاملوا مع هذه القضية مهنية أنا طلال بت الاتحاد وقلت لهم بالنص ليش يتم قلت لا لا اسمح لي يتم معاقبة حيدر محمد آه 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 أجيك 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 نعم أجيك صلت بالتحاد القدم وكانوا موجودين والله عبد الخالق وطارق أحمد نعم قلت له أستاذ طارق أستاذ طارق مدرب يسيء إلى حكم يؤاقب إلى حياة بالضبط بعدين تعطفون عليه وتسوه سنة في حالة نعتذر ومدرب يسيء إلى بلد بأكمله بالضبط وإلى طائفة تمثل النسبة كبيرة من الشعب العراقي ما احتز الشعراء تكم ما قادوا اجتمع شي جاوبني لا هما ما قاد قال الأول تم معاقب توفق شكوى قدم شكوى التكاعلام في نادي الكرخ ونحن نعاقب المدر وهذا كلام رئيس الاتحاد أيضا فلجنة الانضباط عندما قررت منذ الحياة طبعا هذا كلام مغنع أنا بالنسبة لي اقتنعت به أنت مقتنع به لا موليش رح جيك لجنة الانضباط عندما عاقبت حيذر وعاقبت مشرف الميناء عاقبت الموفق شكوى أنا لجنة الانضباط كهبتين الله يحفظك أنت صحفي قديم هسا اليوم وانت تسمع فإنت الاتحاد العراقي لا لا ما أحكم على تصريح اسمح لي لا اسمح لي لا لا ما أحكم بدون شكوى أنت مسؤول عن الحفاظ عن هيبة اللعبة في البلد صغيله لا والحفاظ على كيانهم طيب عندما تشوف تصريح صدر من مدرب يعمل في الدوري مالك رح أقنعك رح أقنعك خلي قرر الاتحاد خلنا افترض وفق تصريح من وسيلة تعلام غير هذا قصدك نعم خلص أنا أجي كنادي تعال انت اتحاد أنا أقدم لك شكوى أنت تعاقب مدربي لا ما من حقك التتحاد ما من حقك أخي أنت كاتحاد ما من حقك تعاقب مدربي أنا مدربي يشتغل عندي تعاقب بدون علمي أو بدون أنا أقدم لك أنا شكوى كابتن الله يحفظك كل الدوريات موجود بيها أنه حتى المدربي إذا يحكي على الحكام الاتحاد رأسا يعاقب وفق شكوى لا 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 بدون شكوى صدقني بدون شكوى هذا الرأي العام كله يسمع بدون تقرير مشرف بدون تقرير مشرف مو قاعد على على تصريحات المدربين كابتن الله يحفظك هذا يتقدم يتقدم هاي التجاوزات يصير داخل الملعب أما التصريحات الطائفية والعنصرية لا هاي مسؤولية الاتحاد العراقي السآني ما معترض على مسألة العقوبة لا موالينا بس أنا على الآلية آني دع أتحدث عن آلية أحنا القصور كان من عدمة يفترض في نفسي اليوم أو ثاني يوم أو بعد ثلاثة يام أن أقدم شكوى للتحاد الكوري طيب راح أجو ياك ليش ما قدمت شكوى أي هذا القصور من عدمة ليش يعني ما قدمنا شكوى وبعد ما مر الأمر إلى أسبوع إلى عشر تيام يعني تدري إحنا العراقيين عاطفيين يبدأ التسامح عندنا يبدأ لغة اللغة الأخرى تختلف عن اللغة الأولى يعني 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 يمكن هس جاي تحدث عن نوضوع أحمد الحام ومن نفسي تحدث باليوم الأول يمكن يعني حتى هدثت بحرق نفسي في حال عدم تنفيذ ما أطلبه فعلا الآن ما برح أهدد بالحرق لا والله برح أقول لك ما أشعل شي قاطع موحرق نفسي كابتن كابتن إحنا العراقيين الله أنطانا روح التسامح نعم الله أنطانا الطيبة الله أنطانا يعني كل الأمور حتى من من يبقى بمحور وإلا أنا قاطعك بالكلام إلى أحد هذه اللحظة أنا مات غير رأي عن الموضوع لا لا أكيد أنا أعرف أنا إلى الآن أرفضها بتصريح أحمد أنت أستاذي أنت أستاذي وأتشرب صدرت يعني شعارات طائفية في كردستان مثلا تخص بعض الأطراف تم معاقبة نادي أربيل صدرت مباشرة نعم مثل ما ديقول الزميل مخرج صدرت يعني شعارات طائفية في النجف تم معاقبة فريق النجف بدون شكوى بدون شكوى تصدر لا صدقين بدون شكوى يا أخي تقرير مشرف ممكن لكن هذه موجودة على كل وسائل أعلام تقرير مستحيل لجنة الانضباط تقرر عقوبة أي نادي ولا نصيهم بدون تقرير مشرف إذا ماكو تقرير مشرف ما تعقل تخف من هنا أنا أسمع الجمهور بالتلفزيون هذا موجود تدامك تلفزيونات كل هذه تناقلات هسا عندك موجود رئيس الجنة الانضباط قل لي أنت صدرت عقوبة بدون تقرير مشرف أو شكوى مقابلة مستحيل طيب يعني لجنة الانضباط بس يستدها بالسيدي تعاملت وي الكل كل الأحداث اللي جرت في دورينا لهذا الموسم تعاملت بحزم ما تعاملت بحزم ولهذا يعني وصلنا إلى مرحلة كدنا أن نفقد بيها الكرة العراقية حقيقة رياضتنا فقدناها يعني كانت على الحافة مو صحيح بسبب يعني لجنة الانضباط ما شاءت حاسمة في كثير من الأمور شوف استاذ هذا الملف موضوع ملف أربيل وملف النجف أنا دائما أقول يعني من أتحدث بهذا الموضوع أقول خلنا نتحدث بنفس وطني أن نبتعد عن موضوع هذا كرد و هذا عربي أكيد لا لا نحن بعيد كنا عراق واحد وبلد واحد الكردي سوى لازم إحنا العرب لن نرد تساعد العرب يسوى بلد واحد خلنا نبتعد عن هذا الموضوع أخوة أنه مثل ما قدمنا حشد وقدمنا جيش وقدمنا شهداء أيضا هم عدهم شهداء قدموا عدهم البيش مارقة وعدهم ناس من أربيل ومن دهوك ومن سليمانيا قدموا شهداء من أجل تربة هذا الوطن نعم إذن دعنا نصهر ببوتقة وحدة ونتحدث حديث الوطن حديث العراق هذا واحد نحن الآن لا في بغداد ولا في المحافظات الجنوبية ولا في كردستان عدنا سلطة الحزم على الجمهور هنا في كردستان هناك عدهم لوائح أمنية نص على أنه يمنع الاعتداد وهذه قضية حضارية يمنع الاعتداء على أي شخص داخل الملعب عدك مشكلة وإن الجمهور جيبه سجل عليه دعوة قضايا اعتقله اعتقله وجيبه وسجل عليه دعوة قضايا يجيوه وحد يشتكى عليه ياخذ استحقاقه بالجانب الآخر في بغداد وفي المحافظات الجنوبية تدري الحكم إلى الحكم إلى الأحزاب نعم وإنت ما تقدر الآن تتكلم معي واحد من الجمهور تخاف أن يطلع بحزب أو يعني قصدك يعني أنه الأحزاب هي الدير اللعبة مو تدير اللعبة وإنما هناك ناس متنفذة متنفذة مو تدير اللعبة خلاص أسحنا ما ردي نقول ما ردي نقول ماليشيات خلقوا لحزاب الماليشيات حتى ما نتهم حتى ما نتهم باشر عقب ويجوز نطلع براس الشارع أهدت لها البغداد أهدت لها البغداد ماتر يعني في بالك فلاهنا ولاهنا نقدر نسيطر على الجمهور وثق الجمهور ما تقدر السيطر على هتافاتها على شغبة إلا بالقوة وبالحزم بالحزم لا لا إذا تسوي قانون شنو القانون يعني معاقبة الجمهور معاقبة النادي يعني معاقبة النادي ودعتك يتعاقب أربع تيام ويرجع ثاني يوم لا مايرجع هذا الحكم صدقني لو قوانين صارم مايرجع صدقني معاقبة بالأدلة رجع ليش النجف متحقبة ورجعوا العقوبة العقوبة هاي الجوية متحقبة ورجعوا العقوبة الأخيرة غير ما ما تنفذت أصلا ما تنفذت ما تنفذت مو كلها تنفذت تنفذت لعبة يلا وإحنا واقع طيب كابتن احنا خليني لأنه هذا حقيقة إذا نحشي عن مسأة الإنسحة موصحة نحن عدنا محور آخر مهم لكن بعد أن نذهب لهذا الفاصل ومن ثم نعود لا تذهبوا بعيدا حياكم الله مرة أخرى حبت المجاهدين محور أثناء الثاني لهذا اليوم لهذه الحلقة هو منتخبنا الوطني والاستحقاق الأهم اللي ينتظر في المرحلة المقبلة وهو تصفيات كأس العالم المرحلة الثانية اللي عول عليها الجمهور الرياضة العراقية في كل مكان أنه منتخبنا يعيد حساباته من جديد يبدأ بداية قوية وممكن يتعيد هيبة الكرة العراقية في هذا المحفل للعالم الكبير سالح سيان وين رايحي نحن لحد الآن ممكن أن نبدل هذا المحور لأنه منتخبنا تم تشيع إلى رحمة الله ودفن وقرأنا صورة الفاتحة ونحن الآن ندور على المنتخب يعني ما موجود المنتخب يعني ناس تقول بقى بأرض الحرام ناس تقول مفقود ناس تقول ما هو الأين المنتخبين هذا كلام كبير لا لا مو كبير هذا واقعي لا تزعلونا من كلام الحقيقة كلام الصميم ليش حساني ترجيتك أن تبدل يا أخي سحنا ليش تدفعنا إلى كلام أن نزعل الآخرين سالح سيان شنو الخطورة بكلامي شنو وين الخطورة بكلامي يعني من تقول يعني وين الكلام كبير منتخبنا الوطني هل ستجمهور كله دا يباوع ها هس دا ينتظر مباراتنا أمام منتخب أستراليا حتى نعيد شت عيد نعيد منتخبنا الوطني للواجهة شت عيد تعيد عيد هيبة كرة العراقية اللي فقط يا هيبة يا هيبة يا حبيبي يا سلاة حمين الآن أنت اللعبة بعد شهرين وأيام وانت ما موفر لمنتخب ما ماتفق على توفير مبارات ودية مو ما موفر هسا أكفرق بين أن توفر لعبة مبارات ودية وأن تتفق لمبارات ودية فشنا مع منتخب سوريا نلعب مع منتخب سوريا اتفقنا على المبارات واختلفنا على مكان العزاء هم يقولون بماليزيا ونحن نقول بإيران أين يعني وين كلامي يعني وين الزعل في كلامي هذا هاي حقيقة الجمهور الجمهور يتأمل خير مرحلة المقبلة لأنه المدرب أكثر تصريحات أتأمل خير صديقني أنا شخصيا أتأمل خير أنا في اليوم الأول للتصفيات كنت منتشائم من هذه التصفيات كنت منتشائم طيب خلي أسألك خلي أسألك أحنا استضافين الكافتن راضي شنيش المدرب منتخبنا الوطني في الحلقة الماضية وقال إحنا إن شاء الله راح نبدي تحضيراتنا المباراتنا المهمة أمام منتخب أستراليا وكلتنا عزيز هذا يمتل كلام قبل أسبوع بالأسبوع الماضي الآن حديث راضي شنيش الاختلاف شون؟ بدأ ينتقد الاتحاد إنهما مفرد المبارات تجربية بدأ يحشى الحقيقة الرجل كان يضمر لأنه يقول لك أنا ما أريد أشوش على اللاعبيني اللاعبين أنا ما أريد أصطدمي اتحاد الكوري ما أريد والآن أصل إلى مرحلة من المسؤول كابتن من المسؤول يعني الجمهور باشر هو يرحم الاتحاد لو يرحم راضي شنيش منس لا كابتن نغضب ودعتك احنا غضبنا العراقين احنا غضبنا العراقين ساعة سادة حسين هذا تاريخ أنت قاعد خط بأناملك تاريخ الكرة العراقية يا أما تخط بشكل صحيح خطيتها ما يخالف بس حفظت بصورة صحيح هذا وخطيته التاريخ لو راحب اندتر مع الملفات المفقودة طيب خلينا أحشي من المسؤول عن ملف الاستعداد لمرحلة الحسم هل إنه الاتحاد أم المدرب المدرب قدم منهاج مثلا والاتحاد ما نفذه أم الاتحاد هو أصلا لكن الطرفين الطرفين أولا كل منتخبات الدول الآسيوية الـ 12 اللي 6 مجموعتنا و 6 مجموعة الموت بيج نعم لا مجموعتنا الموت مجموعتنا مجموعة الموت بيج المجموعة و مجموعتنا مجموعة الموت نعم يعني إذا نستثني من عندها العراق هنقول وسوريا أيضا خلن نستثنيهم بعض يعني بس العراق و سوريا باعتبار الوضع بالبلدين نفس الظروف نفس الظروف نعيشها و وضع مربك كل المنتخبات الأخرى ببداية يوم ماحد 9 2016 خلت ورقة وقلم تعال يا مدرب اكتب بيا شهر تريد لعبات قالهم شهر الفلان الشهر الفلاني وصولا إلى 1 9 2017 يعني هسنا بيا شهر بالثاني نعم يعني بعد سبع تشهر الحددين بعد سبع تشهر محددين اللعبات يعني أنت تلعب جولة أولى و جولة ثانية بالمرحلة الثانية و عندك جولة أخيرة بالمرحلة الثانية أيضا محدد لها وبارات وديها إذا كان الوقت ما الضبط صحيح حطوا المنهاج اتفقوا مع الدول المقابلة لا 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 إثناء خلينا نوقفوا شوي من هو يخلي هذا المنهاج هو المدرب يطلب يقول أريد بالثاني بالرابع بالسابع بالتاسع بالأطناش أريد لعبات طيب ماكو هذا المنهاج ما موجود من هو يتحمل نحن دا أقول لك هنو نتحمل المدرب واتحاد القدم لا الاتحاد يجي قعد المدرب وقال له تعال ولا المدرب يقول لك ما أريد أفش المهمت يعني وجاك عدو الاتحاد وقال له أريد من واحد تسع الواحد تسع وهذا هو دا يفش المهمت لأنه وانت من تطلب مباراة تجربية حتى تتنجح مهمتك أما أنت تقعد ووالله خليها سيري وعين الله ترعاك ما ترهم يعني لا مو هو شوف خل نكون واقعين احنا ريد نكون واقعين من خصة المرحلة الأولى ونتائجنا كانت تحت السيئ مقتنع لا طبعا ماك واحد متابع ولا واحد مقتنع ولا واحد مقتنع من إجا المدرد الآن أنا رالي شنيه لو فايز بثلاث لعبات وعدي تسع نقاط أجي فاتح صدري على الاتحاد وأطلب بس أنا ثلاث نقاط عدي شا يجي شا يقول للاتحاد أجلهم مفرولي يعني شون يعني شون يعني أكبر بالمقسوم هاي شون يصيري لا لا هذا واقع هذا واقع أنا حشية الكيح حشية عرب وهذا واقع ما قدر يطلب ثق ما قدر يطلب وراضي شنيه كان يدافع عن الاتحاد يدافع عن الاتحاد ما تتحدثون عن الاتحاد يدافع لا لا راضي اختلث الآن بدأ راضي يقول يقول الاتحاد قص رويال الاتحاد ما قدر يوفرون المباراة الاتحاد فهذا موضوعنا يقول يقول أجزوا الاتحاد عن توفير مباراة لظروف مثلا خارج عن إرادتهم هو قال خارج عن إرادتهم هو ما أنطب بالاتحاد ما حيش عن الاتحاد أما أنا قلت لك أن استضافت قال عندك عجزة وخارجة قال عجزة وعن بينما ما كان يقدر يقول عجزة حتى عجزة وما يقدر يقول حتى ما كان يقدر يقول لأنه يقول لك أنا المنتخب أريد يمشي بالطريق الصحيح وما نتمنى إذا أنت متفائل حجي إستاذ حميدي إذا أنت متفائل إن شاء الله بالمنتخب إن شاء الله يسير إنه قب تفائل وانا هم رح تفائل حدنا خمس مباريات ولله دي أحسبها من النار إلى الصبح لازم تفائل حسب لي إياها ما أحسب لك إياها على ورقة وقلم بس هاته تفائل كابتن أنت عندك خمس مباريات على ورقة والقلم أنت خسرانها لأن ما ممكن أنه تخلي بالورقة والقلم ثلاث نقاط وأستراليا على ورقة والقلم لا أخلي ثلاثين لا أخلي ثلاثين اليابان. اكو كلام معقول وكلام غير معقول. انا اريد دخلي لك. هسه هدية من عندي. ما تقبل هدية. كلام كلام الملعب. ما تقبل هدية من ظايف. فزنا على الاسترالي. فزنا على اليابان. عادلنا مع السعودية. فزنا على تايلاند. زين الفرق الاخرى قاعدة وساكتة تنتظرك بس تتفوز. الفرق الاخرى تحتاج إلى ثلاث نقاط حتى تتعلق وصيره وتتأهل بدون ان تنتظر نتائجك. يعني انت. وفي حال تفوزنا في المباراة الخامسة العمل موجود. وهذا موفد شي صعب. صدقني موش شي صعب. هذا يحتاج إلى معجزة. لا مو معجزة. وظروفنا غير مهيئة لسانة المعجزة. ظروف المنتخب غير مهيئة. يعني ما يمكن انفوز خمس مباراة؟ ان شاء الله تفوز. يا رب تفوز. شو تقول تفوز. يا أبو منتخبي بس ثاني. انفوز. انفوز. يقول انفوز. يا رب انفوز. وان شاء الله نفوز. بس انت عد ما تفوز. غير تتحدث بواقعية يا ستاة حميد. انت الآن ظروفك مهيئة تفوز. على خمس منتخبات. ولعبة وراء لعبة تفوز. يعني مكلف. بس محلي. الرجل يقول لك آني حتى تحصل لي مباراة ودية. غالبية اللاعبين هس من تضميم دورياتهم. إذا ما آمننا أنه يعني جل تشكيلتنا الوطنية هي من لاعبين مختربين. والمحترفين بره. أندياتهم دولة ما تنطيهم. ما تنطيهم. أغلب اللاعبين ما تنطيهم. لا المحلية له قصدك المحترفين. المحترفين. لا. ستعوف المحترفين. ها تشكيلتك. احنا نوقع نفس الخطأ اللي وقعناها بمرحلة الأولى. انه انت ثمان مباراة تجربية. هذا واقع. لازم تقعد وتسكت. تنتظر قبل اللعبة. بعشر تيام. من يطيك بس ابو السعودية رح يكملوا بقطر. بالضبط. والباقين ابو تركيا ما يطيك. ما يطيك. أكيد. تنتظر قبل ثلاثة وسبعين ساعة. ثلاثة وسبعين ساعة. ثلاثة وسبعين ساعة. هاي ساعة من عندي. تنتظر وخلص وجوك المحترفين وتتوكل على الله وتلعب ويستران. بدون أي مباراة. مش هالله تفوز من ضمن الخمسة مالاتك. نفوز بالأولى. حتى نشطب الأولى بعد ليش نضل نتعبك ونضل الدور على الأولى. ونتوكل على الأولى. أربع الباقات على بركة الله. خلنا نحكي بالأمور يعني الأخرى. شون هو اللي يقلقك أكثر شي عدل استعدادات المنتخب. على المنتخب؟ نعم. نحن شو على المنتخب؟ اي. شون اللي يقلقني؟ اي. عدل استعدادات. تقلقني هوا يا أمور يعني عدل مباراة تجربية قصدك؟ عدل توفير مباراة التجربية عدا. عناصر المنتخب التقلق. عناصر المنتخب. هناك للاعبين انخفض مستوهم إلى أكثر من حتى أربعين بالمئة. آه انخفض مستوهم لو هم أصلاً ما يستحقون تمثيل منتخب. لا هم هم. هم ما شون نمثلون المنتخب وما يستحقون. هم هنا سؤال. لهم مثلوه باستحقاق لأنه راية مدرب. بس الآن الدولة العراقية يعني أما من عدم مشاركتهم أو إهمال مدرب إلهم. يعني نخفض مستوهم. حتى في إحراسة المرض. حتى في إحراسة المرض. ما الآن حارسنا الأول الآن حارسنا الأول اللي اللي كنا نعمل أن يكون في الصف الأول وينهز. ليشترك مباراة لو قاعد. لا صار لخمسين يوم تقريبا ما مشترك مباراة. سألنا عليه مصاب شبي ليش ما يشارك. أحس سأل عليه بالنسبة للمدربين. يعني نخي نقول المدرب حراس المرمى أو مدرب منتخب حراس المرمى. يعني طلع عنا مثلا براي وقال يابا ترى هذا مصاب. يعني يتعاقد ويا نادي الشرطة قبل ثلاث ياما ما ما قوله نادي كبير مثل نادي الشرطة يتعاقد ويا حارس مرمى مصاب. شون شوف انت هاي المسألة. زيل ليش قاعد. إذا ما مصاب. او آن دا أسأل. او آن جا يسأل. مو دا أقول واحد سأل. نادي جماهيري كبير مثل نادي الشرطة يتعاقد ويا حارس مصاب. لا ما احسنا ما قلنا مصاب. قلنا احس سأل. قال ليش على مصاب. السجاج يكون اختلاف مع المدرب. اختلاف مع مدرب حراس المرمى. بس أنا أدري. لا مدربهم ولا مدرب حراس المرمى. يعني الثمين الأخ كريم ناعم هو مدرب حراس المرمى نفط الوسط. نعم. والأغاني شهد. ذول يتعاملون مع كل اللعبين تعامل أخوي. وهذا مع ايشتان وشوف تعدهم. زيل ليش ما اشتركها يعني. هل انه هو ما يريد نشترك؟ معرف. طيب لو لو ردنا نجي على قيادة المنتخب الوطني. نعم. كادر التدريبي الفني. هل انه انت مرتاح من يعني الامور الفنية ما يخصه المنتخب الوطني. اللي هي بعيدة عن اختصاصك شوي. لا أنا بس موضوع واحد ما مختنع به وغريب جدا. نعم. ما على اختار المستشارين يعني تعيين مستشارين للمنتخب. ماكوا مستشارين. لا يريدون يقررون ان يعنون. لا لا هذا الكلام هذا تم نفيا من قبل الاتحاد جملة وتفصيل. لا بالعكس. كان مجرد يعني احتراع. لا الاخ فالحموشة قال. قال في الطريق لتعيين مستشارين. اي بس تم رفض الفكرة يعني المدرب يقول لك انا ما احتاج مستشاره وهذا من حق. زين يعني خلاص هو هذا الملاك التدريب. شير ينقول يعني بعد احنا. شادنا ملاحظات مثلا على الملاك. اي. هو راضي اسمية شيرا الرجل معروف. مدرب جيد. وعنده رؤية. نعم قد نختلف معه في بداية دعوة المنتخب. او او تصريحاته من خلال انه رح يبني منتخب. وبعدين اخسرنا الجهته اللا بنينا منتخب. اذا يعني زوبة عمال بنا منتخب وما درشان. اشوف يعني يعني. مدرب جيد راضي. نعم. مدرب جيد. يعني انت حتى ذا الان استاذ. اضمن لي انه مدرب ما يساعد من الكأس العالم. ليساعد من الكأس العالم. يحسن للنتائج فقط. يفوز له على استرالة باللعبة الاولى. وباشر انا اخناع الاتحاد يطلع وراضي شنيه يجبون. يجبون هذا المدرب. ما عندك بديل. انت يجب ان 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 تخلي عندك رؤية تتحدث عن البديل قبل ما تفكر ان تقصي المدرب. احنا صيحة العالم طلع وراضي شنيه ليش اطلع عراضي شنيه شي لانا. عندك بديل. زيان. وفق اي شي انا يعني. انا استغني عراضي وفق اي شي. طيب. اي مبررات. وفق هاي المعطيات. وين رايحين احنا. وين رايح الكرة العراقية. والله رايح الى التسلسل مئة وستين. مئة وستين. مئة وعشرين. ادك هذا الرقام. هذا الخميس. مئة ونتسعة عشر. واحد من عندي. للمئة وعشرين. فراح المئة وستين. حقيقة مئة وستين موعة للخط السريع. اشكرك سيد سيد سليمان. صحفي الرياضي المعروف. انت شرفتني اليوم. كونك استادي. حقيقة. انا فرحت اليوم بك. انا اشرف. بيكون قناة سامرة. شكرا جزيلا اليك. بس والحديث كان شيق شوي. الله يحفظك. اكيد انت موجود بيها. بمداعبة شوي. لازم يكون شيق. بس قساوة بي. شعب بقساوة شوي. اشكرك جدا سيد 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 سيد. احبات الصحفيين. او اساتذتي انا قد يكون يأتبون علي شخصيا لعدم استضافتهم. لانه شوي قد يكون يعني بعيدين هم علي. او انا بعيد عليهم. كلهم اساتذة محترمين عندي. ولازلت اتشرف بيهم واذكرهم في كل مجالسي. اللي اصحاب الفضل علينا. اللي وصلونا. اللي خلونا على الطريق اللي. ومنهم الاستاذ الكبير الدكتور فارس مظلوم. هذا الصحف الكبير. هذا القامة الكبيرة في عالم الصحافة الرياضية. اللي انا شخصيا حقيقة تعلمت ما عنده هواي اشياء. لكن يمكن هو بعج السكن مالته عن مكان استوديوهاتنا. يعني هو هذا السبب اللي خلاه يكون شوي بعيد. عن استضافته في حلقاتنا. الدعوة مفتوحة الى هو. ولكل اساتذتنا. اللي قريبين والبعيدين. نتشرف بيهم في هذا البرنامج. وبالعكس احنا نكون فخورين بيهم. لانه هم اصحاب فضل علينا. تحياتنا للدكتور فارس مظلوم. ولكل استاذ يعني تعلمنا ما عنده العديد من الاشياء في عالم الصحافة الرياضية. شكرا جزيلا مرة اخرى لك استاذ السين. حقيقة شرفتنا. حقيقة برنامج كان شيء. هو حتى نسيت نفسي انه هاني امام الكاميرا. وكأنه نتحدث يعني نتحدث بسلاسة انا وانت. فنعتذر من الجمهور. اذا بدر من عندنا. لا بالعكس. اي مصطلح مثلا غاضي جمهور. بالعكس. بالعكس. وشكرا اليك وكل مشاهدي قناة السلام عليكم. انا اشكرك مرة اخرى. انا اشكرك استاذ. لم يبقى ايدي الا انا اشكركم على الحسن المتابعة والازغاء. انتظرونا السبت القادم ان شاء الله حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. اشتركوا في القناة